امور كتيرة خاصة بالصحة الانجابية لازم الأجالي الجديدة يكون عندها وعي كبير بيها ماينفعش أبدا نستنى لأزواج وزوجات ونبدأ بقى نقول لهم ونعرفهم يعملوا ازاي ويتعاملوا ازاي في الفترة دي لازم يكونوا عارفين ده من بدري لأن فيه موضوعات كتيرة جدا مرتبطة بالصحة الانجابية لو ما كانش الواحد أو الواحدة عارفينها بشكل صحيح وسليم هتسبب لهم مشاكل بعدين واحدة من موضوعات دي مسألة تأخير الانجاب في بداية الجواز أغلب الأجالي الجديدة بيكونوا عايزين يأجلوا الخلفة أول سنة أو سنتين من الجواز لكن من ناحية تانية بيقابلوا رفض كتير وكبير جدا من كل اللي حواليهم هنا بقى بتبدأ المسألة الجدلية واللي طول الوقت بتطرح سؤال محير جدا نأجل الخلفة ونعمل اللي احنا عايزينه ولا نسمع كلام اللي حاولينا وما نأجلش وده طبعا بيكون مربوط بشكل كبير جدا بعدات وأفكار أغلبها بيكون غلط ومش سليم ومش صحي أصلا ومش مبنية على أساس علمي وصحيح ما فيش شك إن أي اتنين بتجوزين لازم يكونوا هم أصحاب القرار ده وأصلا أصحاب القرار في أي حاجة في حياتهم ومش أي حد تاني ينفع أنه يدخل هم أكتر اتنين عارفين حياتهم عاملة إزاي وهتمشي إزاي وهم اللي عارفين هم عايزين إيه ومش عايزين إيه المهم إن الموضوع يكون قرارهم هم اللي اتنين وبس والقرار اللي هم متفقين عليه ده مش معناه إننا نستغنى تماما عن اللي حوالينا ورأيهم وأفكارهم وما ناخدش برأيهم أنا مش بقول كده خالص بالعكس المشورة والرأي مهمين جدا لكن في النهاية القرار لازم يكون نابع من جوانا إحنا كأشخاص وبني قدمين إحنا لنقرر مش اللي حوالينا يقررون من ناحية تانية بقى الرأي التببي هو الأهم وهو اللي لازم ناخده في الاعتبار لأن موضوع تأخير الإنجاب مش سهل ومش قرار بناخده كده وخلاص لأ وزي ما ليه مميزاته ليه برضو مخطره وأضراره ومخطره دي ممكن توقعنا في مشاكل كتيرة إحنا في غينة عنها زي ما قلت في الأول لازم نكون عارفين الطريقة اللي هنأجل بيها الخلفة والمدة اللي هنأجل بيها ونعمل إيه وما نعملش إيه وكل ده أصلا بضوابته المهمة لأن تأخير الإنجاب ده ليه ضوابة مهمة جدا لازم الواحد يكون عارفها كويس عشان كده ما ينفعش ناخد القرار ده من دماغنا كده لأ لازم نرجع للدكتور المختص ترجمة نانسي قنقر